موسيقى مخضو أمريكا 2022 أهلا بكم العدو العكسي بدأ نحو انتخابات تصفها اليوم صحيفة الجارديا البريطانية بأنها أم الانتخابات النصفية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ويقول عنها كذلك رئيس الأمريكي جو بايدن أن نتائجها ستشكل مصير البلاد للعقود المقبلة وللمزيد من النقاش ينضم أو تنضم إلينا هنا في السيديو مديرة الميادين أونلاين بهيا حلاوي نرحب بكي بهيا كما ينضم إلينا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان رحب بك منذر قبل يومين من يوم الاقتراع سجلت أرقام قياسية للقبال على التصويت المبكر ولسيما في ولاية جورجيا فقد أدل ما يقدر بنحو 35 مليون و500 ألف أمريكي بأصواتهم فيما يعرف بالتصويت المبكر سواء المباشر أو عبر البريد تشير مجميع التصويت المبكر إلى أن نسبة المشاركة بحلول يوم الانتخابات قد تتجاوز الرقم القياسي الذي سجل عام 2018 حيث كانت النسبة الأعلى خلال 40 عاما وبلغت 49% أعلنت رئيسة لجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدونيال أن مرشحي حزبها في الانتخابات النصفية سيقبلون بالنتائج سواء فاز أم لا وأعربت عن اعتقادها بوجود زخم جيد لدى الجمهوريين يمكنهم من استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات ثلاثاء وقالت كذلك لسي أن 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 الجمهورين يريدون ضمان أن تجري بشكل نزيه وشفاف بعد ذلك نترك العملية تأخذ مجرها ونقبل بالنتائج السيدة الأمريكية الأولى تدخل على خط الحملات الانتخابية لدعم المرشحين الديمقراطيين والأهم للترويج لإدارة زوجها وسياساته في أريزونا شاركت جيل بايدن في تجمع الانتخابي للسيناتور ماركيلي حيث عددت عددا من المبادرات التشريعية التي أقرها الديمقراطيون ونسبت الفضل إلى كيل وزوجها وأمثالهما من ذوي الخبرة ونفتح النقاش معك باهيا نرحب بك من جديد الانتخابات المبكرة عفوا الأرقام ما الذي تعكسه أي دلالات لها؟ سريعا وبالاستناد إلى البيانات والأرقام دينا نلاحظ أن تجاوز التصويت كما نشاهد هنا تجاوز التصويت اليوم التصويت السابق للانتخابات في أربعة من أصل ست ولايات هي الولايات المتأرجحة والتي تفترض أن تحسم الجدل حول النتائج بشكل نهائي اليوم في اللون الأخضر الأول يعني هو مؤشر عن عام 2018 يليه المؤشر من عام 2020 طبعا الانتخابات الرئاسية والأرقام حتى الساعة من انتخابات 2022 نلاحظ أنه في أريزونا في جورجيا في ميتشيغن وفي نيفادا الأرقام حتى الآن هي يعني تخطط النسب التي كانت مرصودة في عام 2018 نتحدث عن نسب أقل من الانتخابات الرئاسية لأنه دائما الانتخابات المصفية يعني متوقع أن تكون نسب فيها أقل بالنسبة للمؤشرات أو الإحصاءات التي يمكن الحديث عنها حتى الساعة النسبة عالية جدا من الأمريكيين من أصول الأفريقية تصوت طبعا في جورجيا الأرقام مرتفعة جدا ارتفاع أيضا في عدد الشباب الذين يصوتون في هذه الانتخابات دينا هو مؤشر مهم طبعا مؤشر مهم لا يعني الإقبال الكبير للديمقراطيين أنه سيكتسحون الانتخابات أو هذه مؤشرات على النتائج هو لكن مؤشر أنه يفضل الجزء الأكبر من الديمقراطيين لأنه بحسب النسب المسجلة في المسجلين وفي الذين شاركوا بعملية التصويت بشكل أساسي هؤلاء يفضلون التصويت بطريقة بريدية أو بطريقة مبكرة أيضا نلاحظ هنا في التحليل الديمقرافية للنسب التي تشارك في التصويت ما زالت الفئات المتقدمة عمريا هي التي تهيمن على النسب الأعلى في مختلف الولايات لافت ويمكن الحديث عنه طبعا أيضا أنه المشاركة أكبر من الديمقراطيين ومن المستقلين أيضا في هذه الانتخابات النصفية في مجموعة كبيرة في هذه الولايات المتأرجحة من المجنسين حديثا في الولايات المتحدة هؤلاء لأنه نتحدث عن نسب متقاربة جدا بتحديد النتائج هؤلاء سيتمكنون من فرض صوتهم أو تغيير المعادلة إذا فعلا شاركوا في عملية الإدلاء بأصواتهم أيضا نقطة أخيرة يمكن الحديث عنها نسمع كثيرا عن موضوع المشكلات في التصويت المبكر وأنه مثلا سمعنا أنه ترامب تحدث بالسابق عن 250 ألف صوت تحديدا في بنسلفانيا أنه من الأصوات البريدية التي لا يمكن الوصول إليها أو التثبت من صحة ذويها حقيقة الأمر دينا وبحسب المستندات الرسمية الموجودة في هذه الولاية وبعد مجموعة تحقيقات قامت بها المحكمة هناك أنه فيه فعليا ما يقارب 83 ألف صوت لأشخاص يشاركون عادة بالتصويت البريدي هؤلاء ليس هناك إمكانية للتثبت من معلوماتهم الشخصية أو بمعنى آخر تم إلغاء أو توقيف العمل بطاقاتهم حتى هذه الساعة اللافت أنه أكثر من 79% من هؤلاء الأشخاص أو من هذه الأصوات هي لأشخاص يؤيدون الحزب الديمقراطي وبالتالي في هذه الانتخابات النصفية لو تمكن المرشح الجمهوري من الفوز بالانتخابات سيكون الطعن من قبل المرشح الديمقراطي وليس من قبل المرشح الجمهوري والجدل مستمر حيث يرى محللون إذن أن نظام السياسي الأمريكي برمته اليوم على ورقة الاقتراع وآخرون يذهبون أبعد من ذلك في استشراف تأثيرها فيتحدثون عن ملامح حرب أهلية لنتابع لا أشكي بقية أنا أشكي بقية ما أعاد من أنه سيكون إذا كان سيكون أفوراً إذا كان لديه إلا أن تحديد أن تعني وفش على أن أتنى وهي بسراتهم موسيقى كنت زوجت كتابي كنت أحدول قنعة لجوئت عمانات وطعب ثلاثوا شكرا لسلاثوا أنك قُلت لتعلم كنت صحيح لجوء وأنا أجلت بلاك لتعلم عن خارج المعطلة تتكلمتنا جزوجت وإليك منظر ونرحب بك من جديد الكلام عن احتمالات حرب أهلية على ضوء نتائج هذه الانتخابات النصفية ما مدى وقايته بداية حول التصويت المبكر هناك عامل إضافي هذه المرة هو موضوع كورونا كان ساعد في أيضا زيادة التصويت المبكر التقديرات بالنسبة للتوترات التي سترافق وربما تلي الانتخابات النصفية توقعات عالية الذي يضيف إلى المشهد صعوبة أيضا هو موضوع أيضا الحالة الاجتماعية المعيشية الاقتصادية حالة التضخم ليس بالضرورة سيكون هناك حرب أهلية بالمفهوم التقليدي وتكون الحرب الأهلية الثانية في التاريخ الأمريكي إنما قد تبدأ بتوترات على بسبب الانتخابات وخاصة أنه سنشهد من المؤكد أننا سنشهد في بعض المناطق والولايات تأخير في إعلان النتائج ليس تأخير مقصود إنما بسبب أن معظم الولايات نتحدث عن التصويت المبكر لا يقبلون بأن يتم إحصاء التصويت المبكر خلال فترة اليوم الانتخابي بعد أن تغلق الصناديق يتم عملية فرز الأصوات بما فيها الأصوات المبكرة هم فقط يعرفون العدد الإجمالي للأصوات المبكرة ولكن لا يعرفون كيف يتم توزيعهم وإحصاءهم إذن لنفترض أنه في منطقة حصل ذلك وهناك أيضا تهديدات كانت ولتزال قائمة للقيمين على الانتخابات وبالتالي يمكن أن يستهدفوا القضاة الذين يحكمون في الخلافات يمكن أن يستهدفوا إذن الشرارات هي متعددة يمكن أن تبدأ بسبب الخلافات حول الانتخابات ويمكن أن تمتد خاصة أنه في ميليشيات جاهزة عسكريا في التمرد في بعض المناطق مثلا أن ترفض الانتخابات كليا إذن ليس المقصود حرب أهلية شاملة في الولايات المتحدة المرجح هو أن يكون هناك مشكلات في بعض الولايات هذه المشكلات تتصاعد يتم استغلال الأجواء المعيشية بأنه يصبح هناك فوضى وشغب في بعض المدن الرئيسية وفوضى وهذا يؤدي إلى اشتباك أيضا متعدد الوجوه ليس فقط بين المعترضين والمؤيدين الانتخابات إنما بين الأجهزة الأمنية وبين المشاغبين الذين قد يدخلون على هذه المشكلات وقبل استكمال النقاش معكم منذر وبهية محطتنا الأخيرة في الولايات الحاسمة أو المتأرجحة ستكون في بنسلفانيا حيث أعاد بايدن ولاية بنسلفانيا إلى الحزب الديمقراطي في عام 2020 فازا ترامب بفارق ضئيل في الولاية في عام 2016 لكن قبل ذلك صوتت الولاية لديمقراطيين في ستة انتخابات رئاسية متتالية ستكون الولاية التي وضعت بايدن على القمة في عام 2020 ساحة لبعض أهم سباقات مجلس الشيوخ والحكام في البلاد هذا العام يأمل الجمهوريون في الاحتفاظ بمقعد مفتوح في مجلس الشيوخ مع الشخصية التلفزيونية السابقة محمد أوز بينما يأمل ضابط الشرطة جون فترمن أن تساعده جاذبيته غير التقليدية في نقل المقعد إلى طابور الديمقراطيين إذن أيضا يحاول المدعي العام للولاية جوش شابيرو الحفاظ على السيطرة الديمقراطية على منصب حاكم ولاية بنسلفانيا في سباق اكتسب أهمية إضافية لأن الحاكم يعين المسؤول عن الانتخابات خصم شابيرو هو السيناتور الجمهوري عن الولاية دوغ ماستريانو والذي كان أيضا شخصية محورية تدعم جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 تتركز القاعدات الديمقراطية في مدينة أو مدينتي فيلادلفيا وبتسبيرغ بينما حقق الجمهوريون نتيجة جيدة في الجزء المركزي الريفي من الولاية تتركز المنافسة في الولاية على مقعد في مجلس الشيوخ إذن وثلاثة مقاعد في مجلس النواب لكن بهي المؤشرات والأعوامل المؤثرة ربما في التصويت في هذه الولاية وولاية بنسلفانيا المزاج العام نتحدث عن غضب من موضوع التدخم حال الولاية كحال مجموعة أكبر من الولايات التي تعاني اقتصاديا اليوم في الولايات المتحدة ولكن أيضا سريعا باستعراض لمقارنة بين الأرقام في هذه الولاية والمعدلات الوطنية نلاحظ المعاناة تحديدا منذ شهر أيار في هذه الولاية ربما هذا يعطي الزخم الأكبر لهذا المزاج المستق من موضوع التدخم بشكل أساسي يمكن حديث أيضا في هذه الولاية في بنسلفانيا عن حرب سرديات من الطرفين بالموضوع الاقتصادي الديمقراطيون اليوم دينا بمن فيهم بايدن أوباما قبل أيام يعني يعتبرون أنه حتى لو فاز الجمهوريون في هذه الانتخابات ليس لديهم خطط واضحة لموضوع التعافي من هذه الحالة من التدخم أيضا يعتبرون أنهم سيجعلون الأمور أكثر سوءا بموضوع الرعاية الاجتماعية وستزيد هذه الأمور من معاناة المواطنين أو السكان في المقابل سردية الحزب الجمهوري هي أن الحزب الديمقراطي فقط ما يقوم به هو جعل الأسرياء أكثر سراءا والفقراء أكثر فقرا وما في مراعاة للطبقة الوسطى ومشابه أيضا التقييمات يعني آخر استطلاعات الرأي والتقييمات المتعلقة ببايدن متراجعة حتى أكثر عن المعدلات الطبيعية وهو أصلا في حالة تراجع عالميا وشعبيا وكان فيه جهود جهود من ترامب لأعطاء الزخم للمرشحين الجمهوريين جهود من أوباما لأعطاء الزخم للمرشحين الديمقراطيين سريعا بالنسبة للشخصيات اللافتة هنا عندما نتحدث مثلا عن دكتر أوز محمد أوز هو شخصية عالمية أساسا البعض يتهموا أنه فيه نوع من الصعوبة في التواصل أو التأثير أو إقناع جزء من الجمهور لأنه مثلا من طبقة اجتماعية ربما مرتاحة أكثر بموضوع الإسلام أيضا اتهامات مقابل فاترمان اللي هو أيضا مدعوم من ترامب يعني يعتبرونه هاند بيكت أو مختار باليد من ترامب مستريانو مقابل شابيرو مستريانو هو ليس فقط من الذين دعموا نظريات المؤمر هو شارك حتى في غزوة الكابيتول أخيرا بالنسبة لما حصل مع بايدن في الأيام القليلة الماضية وعندما تحدث البارح نهار السبت عن موضوع الفحم وهو موضوع جدلي بالنسبة لبنسلفينيا وللكثير من الولايات اللي عندها مخزون عالي من هذه المادة أيضا تم استثمار هذا الأمر من ترامب واتهامات جديدة لمحاولة التضييق على أصحاب المهن المتعلقة بهذا القطاع بشكل أساسي وفيما كان فهي أوباما وذكرت الموضوع جو بايدن ودونالد ترامب ينتقلون من مدينة إلى أخرى في بنسلفينيا كانت مدينة فيلادلفيا على موعد مع حادثة إطلاق نار أدت إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح فكيف حاول أوباما وبايدن وترامب التأثير على الناخبين؟ المترجم للغاية على سبيل المعارج من أراضي عندما نفترض بعمل أجراء في هذه المannات الأمر لتطوير السياة ونفترض بعمل أجراء المعارج لتطوير السياة سنة تطوير أنت طوير تطوير أن تطوير السياة محاولة محاولة للمقاعدة مرد عامي محاولات شرطان وعدارة مزجعين صحيح وصحيح وحتضان وعالياً وقالاتي وقالاتي أجد قطعاتي وقالات سوف يأتي الفقاتية بحقاتي بحقاتي وكذلك وعالي رجال الوحين والمعاني والمعاني المنحة وقلاتي وقالاتي والنطبع وقالاتي وقالاتي ومالتقال منذر ثلاثة رؤساء في الولاية في بنسلفانيا وبالتالي هذا يطرح السؤال عن مدى أهميات وحجم تأثير هذه الولاية في هذه الانتخابات النصفية أيضا موضوع التسلح وأيضا الأحداث الأمنية المتفرقة هل من الممكن أن تؤثر على التوجهات أو انتجاهات التصويت خصوصا فيما خاص سياسة من موضوع التسلح وبيع الأسلحة الموضوع التسلح في أمريكا موضوع قائم موضوع المشاكل وموضوع إطلاق النار ومن القتل الجماعي إلى القتل الفردي هذه مسائل دائمة وقائمة هي لن تؤثر كثيرا على التصويت خاصة أن التصويت المبكر كان قويا إنما إذا حصلت بعض المشكلات الأمنية وبعض المسلحين في بعض سندوق الاقتراع يوم الاقتراع يمكن أن يؤثر ذلك على تأخير ذلك ولكن هذا التركيز على بنسلفانيا هو نفسه كان يمكن أن يكون تركيز على أي ولاية أخرى من الولايات المتأرجحة ولكن لأنه هناك تمسك بأنه لا يخسر أي طرف مقعد واحد وبالتالي من هنا أمل الحزب الديمقراطي بأنه رغم فوز ترامب في الولاية في 2016 تم هزيمته وهزيمته بنسبة معقولة يعني واحد فاصلة بالمئة وهذا كان مشجع للحزب الديمقراطي وهذا كان اعتراض ترامب الأساسي بأن الأصوات كان يجب أن لا تحسب الأصوات المبكرة وجزء منها التركيز بالفعل السؤال لنجري مقارنة في 2016 حصل أيضا اجتماع للديمقراطيين يعني أبرز القادة الديمقراطيين آنذاك لتشجيع الحملة لهيلاري كلينتون مع ذلك كان مهرجانا خطابيا رائعا ومع ذلك خسرت أنا لا أقارن بهذا الأمر وأنا أقول أنه المهرجانات الخطابية وخاصة بوزود رئيسين يعني رئيس بايدن ورئيس أوباما وقدراتهم بالتأكيد هي محفزة ولكن المشكلة الاقتصادية كانت تكون هي العنصر الحاسم وهنا فعلا نجح الحزب الجمهوري في الحديث على أن الطاقة النظيفة والحديث عن الطاقة النظيفة من قبل بايدن سينسف فرص العمل كان يجب أن يكون مقاربة حتى أحد بفرجينيا سناتور منشن انتقد بايدن بقوله بهذا الخطاب بالحديث عن الطاقة النظيفة في هذا الوقت وهو كان يقصد ويقول بضرورة أن يكون هناك اعتماد على كل مصادر الطاقة لأنها توفر العمل وبالتالي أن يكون هناك تدرج في هذا الموضوع إذن هل يترى الخطابة ستعود عن الفشل الاقتصادي والمشكلات الاجتماعية والتضخم أم لا هذا هو السؤال المركزي وبالتالي هل سيكون فعلا الحزب الديمقراطي قادر على الاحتفاظ بهذه الولاية والنجاح وهذا يوفر حظوظه بأنه على الأقل يبقي نوع من التعادل في مجلس سيوخ بدل أن يربح الحزب الجمهوري ويكسب الحزب الجمهوري في حال خسارة بن سبيني سؤال من أسئلة كثيرة مطروحة منذر إضافة إلى أحد العنوين الحاضرة في الانتخابات النصفية موضوع الهجرة ما بين أو بين ديمقراطي يدافعه عن سياسة رئيسه وجمهوري يهاجمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهي عنوان الهجرة إلى إماذا اليوم هو حاضر في الحملات وكيف يتمظهر؟ يعني ببساطة دينا كما ورد في التقرير نتحدث عن ما يقارب 400 دعاية فقط تربط بين موضوع الهجرة وموضوع المخدرات بطبيعة الحال هذه نتحدث عن هذه الدورة الانتخابات النصفية فقط يعني إضافة إلى موضوعات أخرى متعلقة أو دعايات أخرى متعلقة بموضوع الهجرة هذا يفتح الباب أمام السردية المعتمدة اليوم من قبل الحزب الجمهوري بالترويج وتوظيف موضوع الهجرة ومحاربة الديمقراطيين إعلاميا وسياسيا للتأثير على الرأي العام اليوم الحديث هو عن سيطرة الكونغرس كيف ستنعكس على موضوع أو قضايا الهجرة يمكن الحديث عن ثلاثة موضوعات أساسية موضوع الحالمين يعني هذا الموضوع منذ أيام أوباما نتحدث عن إجراء معروف باسم الإجراء المؤجر للقادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمرحلة الطفولة تحديدا دي اي سي اي في مئات الألاف من المهاجرين يعني من هذه الفئة العمرية الكثير منهم بعد فترة يشغلون وظائف هنا بقطاعات تكافح اليوم من أجل حصول على العمال يعني في حاجة إلى العمال في هذه القطاعات بموضوع الزراع بموضوع التصنيع بشكل أساسي وبطبيعة الحال الديمقراطيون يجادلون بأنه في حاجة إلى هذه الفئة أو إلى هذه اليد العاملة الجمهوريون لديهم وجهة نظر مختلفة أيضا موضوع أمن الحدود هذه من العنوين الأساسية بالنسبة للجمهورين عندما يتعلق الأمر بالهجرة أمن الحدود هو الأولوية القصوى شهدنا هذا الأمر مع ترامب وتمويله للبوردر أو الشريط الجدار أيضا مع بايدن كان في ارتفاع قياسي لموضوع الهجرة الغير شرعية طبعا كورونا لعبت دورا موضوع الاقتصاد وما شبه ولكن حتى اليوم الجمهوريون يلوحون بموضوع مساءلة للشخصيات الأساسية بالحزب الديمقراطي المسؤولة يعني بشكل أساسي مايوركاس الإخاندرو مايوركاس المسؤول عن هذا الموضوع عن هذا الملف في الفترة الأخيرة الماضية وتساؤلات عن الأداء أو القرارات التي ستتخذ إضافة إلى هذا الموضوع أخيرا موضوع الهجرة القانونية ومدى القبول فيها ومدى التعاون بهذا الإطار الجمهوريون يرغبون في تقليصها بطبيعة الحال الديمقراطيون جزء منهم مع توسعها نلاحظ حتى في تفاوت داخل الحزب الديمقراطي في بعض الولايات الحساسة التي عندها حدود برية مثلا مع عدوة أخرى هذه ربما الأجواء الكاملة أخيرا يمكن أن نؤشر إلى موضوع كمالة هارس نائبة الرئيس التي كلفت بهذه المهمة مهمة التعامل مع موضوع الهجرة كملف أساسي وتحملت مسؤولية كبيرة بداية استلامها مع بايدن في ولايته الحالية ولكن الاستطلاعات النتائج التحليلات لم تقدم أي إنجاز ملموس بهذا الإطار وأصبحت المشكلات من سيء إلى أسوأ ومن هنا نفتح الباب على سؤال زميل منذر منذر كيف يمكن تقييم سياسة بايدن فيما خصب ملف الهجرة وفي حال فاز الجمهوريون اليوم في هذه الانتخابات النصفية ما هو المتوقع؟ موضوع الهجرة عامل سلبي للديمقراطيين استطاع الحزب الجمهوري تصويره بأن هذا فتح الحدود بدون قيود هذا يؤدي إلى الفوضى ليس فقط ربطه في موضوع المخدرات ربطه في موضوع الجرائم يلاحظ أن الذي استهدف بول بلوسي زوج نانسي بلوسي تم اتهامه بأنه وقد يكون أنه مهاجر غير قانوني لاحظي عملية الربط رغم أنه ليس هناك من ربط مباشر في هذا الأمر موضوع إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة مسألة معقدة انتقدت ديمقراطيون كثيرا عليها بايدن أيضا يضاعف سلبية له أن ما تركه من إرث ترامب في موضوع الهجرة جعل أن هناك الموظفين الذين يعالجون موضوع حتى الهجرة القانونية والملفات العالقة تتأخر سنوات الآن وهذا أيضا يؤدي إلى نقمة حتى من الذين يمكن أن يصوتوا للحزب الديمقراطي بأن الحزب الديمقراطي لا يقوم بهذا الواجب يضاف إلى ذلك هل أحد يسمع بكاميلا هاريس هذه الأيام قليلا ما نسمع عنها بمعنى أنه بالفعل لم تنجح في هذا الملف وهذا أحد الأسباب الإضافية الضاغطة بأن موضوع الهجرة هو مكسب في نهاية الأمر سيكون للحزب الجمهوري على المستوى الدعائي أيضا له الجانب العرقي العنصري أن الجمهوريين يعتبرون أن هؤلاء الذين يأتون إلى الولايات المتحدة عليهم أن لا يأتون إلى الولايات المتحدة لأنهم يؤثرون في ما تتحدث عن قد يكون أحد العوامل المؤثرة أيضا في التصويت في هذه الانتخابات شكرا لك زميل منذر سليمان شكر موصول الزميلة بهية حلاوي مخاض أمريكا اثنان أو ألفين واثنان وعشرون انتهى إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى